هو انا اضيف اعضاء في الرسالة الجماعية على الواتساب فده موضوح حلقتنا النهاردة فتابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناة ياسمين عشور النهاردة كده هقولك ازاي نضيف اشخاص في الرسالة الجماعية اللي كنا عملناها في الواتساب بس ياريت قبل ما نبدأ الشرح تعملي لايك الفيديو وياريت تعملي اشتراك في القناة ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات وما تنساش تصلي عن ابي في الكومنتات عليها افضل الصلاة والسلام ويلا بينا على الشرح وزي ما قلتلك وانساش تعمل لايك لايك بيفرق معايا جدا في الفيديو معايا هنروح كده مع بعض على الواتساب وبنروح مع بعض على القايمة اللي احنا انشأناها قبل كده في رسالة جماعية بنبدأ نضغط عليها لما بضغط عليها بروح على الاسم بتاع القايمة دي باختارها بالشكل ده من هنا لو انا عايزة اضيف اي شخص موجود في القايمة دي بضغط على التلات نقاط وهنا اضافت مستلم ببدأ ان اضغط عليها بيبدأ يظهر لي كل الارقام المتسجلة عندك على الموبايل كل علينا انا عايزة اضيف اي شخص لقايمة دي بضغط عليه لو جينا نرجع برضو لو مش عندي التلات نقاط دول او مش عندي الاختيار ده هنا التعديل على المستلمين ببدأ ان اضغط عليها وببدأ برضو اضغط على اي عضو انا عاوزة ان انا اضيفه او اي شخص عاوزة اضيفه لقايمة دي وبكل سهولة هيتضاف ويبقى موجودين من ضمن الاشخاص الموجودة عندك على القايمة في الرسالة الجامعية على الواتساب وبس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته